اروح لنقطة مهمة جدا نقطة مهمة جدا بالنسبة لإراحة اليوم محمد الشناوي وكمان إمام عشور خارج قائمة مباراة اليوم علشان كان فيه كلام كتير الناس بدأت تربط الكلام طب استبعاد محمد الشناوي ليه؟ استبعاد إمام عشور استبعاد إمام عشور دي العقوبة اللي كانت يعني اتفرضت عليه كان فيه عقوبة مالية وأيضا كمان كان تدرب منفردا والنهاردة يعني الجهاز الفني شاف إنه يكون خارج المباراة لكن إراحة محمد الشناوي للتوضيح دي روتيشن عادي جدا بيعمله مستر كولر وهو دايما بيريح بعض اللاعبين علشان هيحتاجهم من الفترة اللي جاي علشان يجاهز بعض اللاعبين مصطفى شبير واحد من الحراس الصاعدين ما قدرش أقول مصطفى شبير النهاردة حارس احتياطي لكن مصطفى شبير احنا بنعتبره حارس أسازي في الناد الآن لكن ظروفه إنه متواجد واحد بقيمة محمد الشناوي فالنهاردة مصطفى شبير كان آخر مباراة لعبها كانت فيه السوبر المصري أمام سيراميكا وقبل بلاء حسنا وكان يعني مميز في هذه المباراة لكن مصطفى شبير رجع تاني لمحمد الشناوي فالنهاردة شاف فترة استبعاد أو بعد مصطفى شبير عن المباراة فترة كبيرة فحب يقربه حب يجاهز زي ما محمد الشناوي جاهز حب أيضا يجاهز مصطفى شبير وبرضي يكون فيه موجود في الصورة ويكون قريب من المباراة طب البعض هيتسأل طب ليه محمد الشناوي ما بيعودش على الدكة ده برضو من ضمن حملة التجهيز لكل الحراس لما يكون عندك محمد الشناوي يكون عندك مصطفى شبير وعندك حمزة علاء ليكون متواجد اليوم على دكة البودلاء فعلشان كده الروتيشن ده مهم جدا ان النادي الاهلي محتاج حراسه كلهم ده بس علشان نمنع حتة اللغة وحتة إراحة محمد الشناوي أو استبعاد محمد الشناوي النهاردة لا هو مش استبعاد هي إراحة وبالمناسبة محمد الشناوي هو اللي يشارك في المباراة القادمة في المباراة الأفريقية القادمة مباراة الانتر كونتين انتا اللي يكون متواجد في المباراة بشكل طبيعي وكل التوفيق لابننا مصطفى شبير النهاردة في مباراة اليوم برضو من ضمن أخبار النادي الاهلي الكابتن سامير عدلي والكابتن سامي ومصان هيسافروا يوم الثلساء القادم لجنوب أفريقيا النادي الأهلي هيسافر إن شاء الله يوم الأربع لكن كابتن سامير عدلي وكابتن سامي ومصان هيسافروا الثلاث قبل البعث علشان يجهزوا هناك ملاعب التدريب فندق لقامة يشوفوا موضوع الأكل يشوفوا كل الأمور علشان البعث يتروح إن شاء الله تعالى الأمور كلها جاهزة فكل التوفيق לلعب النادي الأهلي والجهز الفن